السلام عليكم أحبائي أتمنى أن تكونوا بخير في هذا الفيديو إن شاء الله رايحا نشارك معكم تجربتي الشخصية كطالبات باكالوريا وكيفاش كنت نقرأ في شهر رمضان المبارك شوفوا جماعة باش نكونوا صريحين من البداية شهر رمضان يجي صعيب بزاف القراءة يعني هدي كلنا نتفق على هاد الكلام باسك كشغول تكون عيان نهار كون بليون تصايم أبخي كيتفطر كشغول هكذا تحسرو حك بفاشل عيان خلاص يعني لي بيل كملوا فأنا وش كنت ندير جماعة يعني رايحا نتكلم معكم بكل صراحة أولا فيما يخص الغيابات أنا ما كنتش نتغيب يعني بعض التلاميات يقولوا لي أستاذ أنا ما نش نحب الروح للليسي مالغير كو كانوا عندنا أستيدا اللي في غيما ما يشرح والو يعني تروح حكذا تتقعد في القسم الأستاذ ما يشرح لكش كما باركزامل أستاذة تعال العربية ربي سامحا كما بعض الأستاذات تعال مواد أخرى ما يعني شي حقل عليهم كما تعال فرانسي تاني ما كانش احتال تماما كانوا عندنا بعض الأستاذين اللي ما يصلحوش كما تعال فلسافة باركزامل ما كانش يشرح ولكن أنا رغم كل شي كنت نمشي علاش كنت نمشي؟ نقول أي معلومة نزيدها في راسي مليحة بدك معلومة رايحة ناخدها من القسم وما ناخدهاش من الليكوغ ولا ما ناخدهاش من اليوتيوب فأنا كنت نمشي بهذا المبدأ أنه ما عليش نروح للقسم أي معلومة زيادة فيها حتى ولو معلومة واحدة في الحصة خير منواله فكانوا يعني الزميلات التوعية يقولوا لي على شكل روحي على شكل ضيعي وقتك راجعي في الدار خير الصبحي راقدة نقولهم لا مالغي كأساتي دا ما مشي يشرحه ولكن أنا نروح لزيته نزيده داكار فجمعنا ما نقدرش نقولكم ما تروحوش للليسي يعني ما نقدرش نصحكم هاد الناصيحة بسك أنا شخصيا كنت نروح ولكن كل واحد يعرف صلاحه هذه اللي نقولها لكم كل واحد يعرف صلاحه إذا تشوف نفسك مثلا راك تمشي على باطل يعني غضي وقتك باطل ضب الراسك إذا راك تحس راك بلاك تستفاد ولا راك تزيد دخل معلومة في راسك ولا يعني مع الزميلات تتاعك مثلا تديرو هكذا غيونيون نصف ساعة ولا ساعة في اليوم تتبادلو في هالمعلومات ولا سيتيون بون شوز فكل واحد يشوف دكار سيخطو في رمضان أنا ما نقدرش نقولك ما ترحش يعني أنا ما تستناش مني نقولك ما ترحش للليسي ولكن إذا راك تستفاد راح أما إذا ما راك تستفاد القرار يرجع لك هذه الحاجة اللولة فأنا كيش كنت ندير في رمضان أنا كنت نروح كل يوم حتى التلاميذ اللي كانوا معايا زميلاتي كانوا يكرهون يقولوا لي انتيارك يتحرم علينا أحيانا التلاميذ قاعي يتفاهموا باش ما يجوش أبا غانا لي نمشي ولكن أنا مشي باش نحرم عليهم نون كل واحد يدبر راسع جماعة هذا هو التفكير اللي ننصحكم تإيفيتو كاين واحدة الكاتيجورية تاعت التلاميذ يتفاهموا قاعي يقولوا ما نزيدوش نمشي للليسي ونتفاهموا قاعي كيما نجيوش قاعي ما يمركيوناش أبسون جماعة كيما واحدة للمثل عندنا يقول راسي وراسك مشي في شاشية وحدة يعني إذا انت ما حابش تجي أنا ما تنبوزيش عليا ما نجيش إذا انت ما ركش تستفاد بلك أنا نستفاد فما تحرمش عليا دكار فهدي نتفاهمو قاعو ما نجوش ما تتبعيش الناس وش رهم يديرو إذا انت ركي تستفادي في القسم ما تتبعيش هادوك اللي ما رامش يجو بلك هادوك رهم يجوغي يتضحكو ويشيخو ويكونكتو في القسم أما إذا انتي ولا انتا كنت تستفاد روح للقسم انتعك ما تدهاش فيهم دكار ما تديرش عليهم بسك كي يخسروا الباك ولا واحد فيهم غدي يخسر الباك غدي يرضلهم فيكم في الجماعة اللي ما كانوا يش يخلوه يجي ويقولهم انتو ما اللي ما كنتوش تخلونا نجو للقسم اكس اترا شوف انت الحاجة اللي توالمك ما تشوفش الحاجة اللي توالم الناس هدي أول حاجة هدي بخصوص الثانوية بسك بزاف رامي وصلوني وحتى التلاميذ التوعي وتلاميذ الدورة الفرنسية رامي قدوا لي ما لاش نحبوا الروحوا للليسي فاتنسيون هل كنتي مرة كيش تستفادي في الليسي ولا كيش فتي صحاباتك مرة همش يجو حتى انتي ما كيش تحبي يجي اذا را كيت تبعي في صحاباتك اهنا اتنسيون اما اذا انتي كنتي ما تستفاديش والقرار خديتيه عن قناعة فهدي حاجة اخرى هذا فيما يخص الدهاب للليسي هدي اول حاجة ثانيا انا واش كنت ندير في رمضان فنروح صباح نقرأ عادي كي نخرج من الليسي نرتاح شوية هكذا ندير يمتت سياست تاع ساعة ساعتين ساعتين ونصف يعني صديبانش حنكو العيانة كي ننض هكذا نرتاح شوية يعني يكون باقي للمغرب لك واحدة تلت ساعات ولا نراجع واحدة ساعة هكذا نفتح مادة معينة وانا كنت نركز بزاف نشوف النقائص اللي عندي انا اي مادة نشوف روحي فيها ناقصة كنت نركز عليها حتى اذا كانت مادة ثانوية مثلا انا كنت وكنت نقصة بزاف المات كنت الرياضية نقصة فيها بزاف فمالغير كانت مادة ثانوية فيها فقط المعامل نقطتين ولا زوج ولكن انا كنت نركز عليها يعني حتى مادة ثانوية بس كي كنت حابة نجيب فكنت يعني مثلا كي نرجع من الليسي نرتاح شوية وعاود نفتح الكايي نحل بعض التمارين خاصة نتع الكتاب نحل هاكده نشوف النقائص اللي عندي باريكزمبل اليوم قرينا درس في التاريخ نمشي هاكده بسرعة نشوفه هذيك الربع ساعة فقط باش نعاود بغاف خيشيغلها ميموار باش تعاود تنشط الذاكيرات نشوف مثلا درنا درس في الإسلامية ولا في الفلسفة ولا في اي مادة في الفرنسي ولا ندير هاكده طلا يعني خفيفة ناخد عليها هذي ساعة يعني فقط ساعة قبل ما يقدن بعدها خلاص نروح نرتاح شوية نكونكتين نتفرج بعد الآدان بيانسيغن فطرون نصلي نخلي حتل للعيشة تاني نصلي احيانا كنت نروح للتراويح نصلي في المسجد كي نقدر وكي ما نقدرش فقط في المنزل يعني كل واحده وطاقة تاعه وبعد ما نكمل سلاتين نقرأ شوية تاع القرآن داكور سيخطو في رمضان يعني هذي حاجة لي هتعاون بزاف الانسان بعد ما نكمل نعاود مباشرة نبدأ في البرنامج الدراسي نتاعي وانا كنت دايرا برنامج طوال السنة كنت نتبع برنامج واحد لي هو لازم على الاقل في اليوم نقرأ خمس ساعات على الاقل يعني ما نقول لكش بلي كنت يعني يعني خمس ساعات خمس ساعات لا دايفوة نكون عيانة نوصلها ربع ساعات دايفوة تلت ساعات دايفوة يجيني وحده النهار اللي نكون في غيمة عيانة بزاف ولا مريضة ولا في غريب ولا هذك النهار غبو هذك النهار ما نقرأ فيه والو ولكن اليامات الاخرين كنت نحاول لماكتمم بتاعي اني على الاقل خمس ساعات في اليوم يعني كنكون نورمال كذلك الحاجة اللي كانت تساعدني بزاف كنت ندير روحي يعني المكافأة نقول إذا اليوم كملت هاد المادة رح ندير روحي نريكمبانس مثلا نصف ساعة نتفرج فيديو يضحك ولا نصف ساعة نتفرج تيلي ولا نصف ساعة نمشي ندير شوبينج كنت دايما هكدا ندير هاد المكافأات العمري ولا بار اكزامل في هاد الأسبوع إذا يعني خدمت مليح ويعني كملت قاع البرنامج التاعي وكملت قاع المواد التاعي في الفين السمان نقول لبابا يديني نحوص ولا يديني شوبينج ولا فوفاية يعني كنت كنت آنا نكافأ روحي ما نستنعش واحد يكافأني ولا واحدين كافأ روحي ولا بار اكزامل إذا مثلا خدمت في هاداك الدو نشري روحي ونغوب داكور نقول لبابا تاني درام مشي نشري ونغوب داكور فهكدا شغل تولي انت تكافأ روحك وحدك وهدي والله العديم كنت تعاوني بزافة جماعة يعني غير غير ولي تستعملوها بس كنت تعاوني بزافة الدراسة فأنا كنت نتمشى بهذا النظام تعالى المكافأة أني كنت نخدم مليح ولا نكمل برنامج تاعي في وقتها ولا نفهم مليح ولا نحل جميع التمارين ولا جميع المواضيع يعني كافأ روحي بحاجة معينة وكان في غير مون كان يساعدني هذا النظام تعالى المكافأة بزاف حتى أنتم ما ننصحكم ديروه وكيما قلت أنه في رمضان كنت ندير هكدا أنا جاني غال مون كنت نحب نقرأ في الليل فرanchement يعني أنا من الناس اللي ما يغرش في الصباح ما نقدرش نوضع لربعة تاع الصباح ونقرأ فأنا كنت نحب نقرأ في الليل كي يكون لكالم يكون الناس جاء راكدين ولا جاء ساكتين أنا نقرأ في ذاك المومو كنت مثلا نبدأ المراجعة عن تاعي من العشرة حتى نقوله زوج تاع الصباح تلاتة تاع الصباح داكور أبخي ندير pause كينوصل كينوصل خلاص الليل ما تخلاص حسيت رحي باللي فشلت ندير pause نروح نتسحر نتفرج شوية نتقرأ شوية بسكو أنا كنت نقصر بزاف في الليل أبخي نعود نروح نرقد باش غدوا الصباح نصبح مبكرة داكور فهذا هو الناس نتاعي وما كونش نتغيب يعني أبخي نكون مريضة ولا الليل ما نروحش للليسي ولكن حكذا باش نتبع فلان وفلان هاديك ما نجيش سنة ما نجيش ولا نا أبدا 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 ما كنتش أصلا نتأثر بالتلاميذ اللي ما يجوش بالعكس كنت نقول باللي هاد ورهم يدروا نفسهم ورهمش يعاونوا في نفسهم ولكن كل واحد عندها حرية الاختيار جماعة كذلك مثلا في الويكند كانوا عندي ليكوخ خاصة نهال جماعة كانوا عندي ليكوخ نهال جماعة فأنا كنت باركزمبل نروح في الصباح نروح ندي ليكوخ نرجع عيانة نرجع يعني مكملة فنمشي دي غاك نديري نسياس كي نرجع للدار وعاود كي النود لما مغيت نفتح شوية كاراريس هكذا فقط واجدرنا في الكوخ واجدرنا في الكلاس واجدرنا نعاود نرتاح أمور تراويح نعاود نجي نريفيزي نلخص الأمور اللي شفناهم نرجع شوية كان الويكند عندي خاص بالملخصات يعني في الويكند نلخص كل شي اللي شفناه في الأسبوع باش هكذا في الأسبوع جيني فقط سهلة جيني فقط ندير نريكابيتيولاسي تعوش شفنا في اليامات الأخرين يعني في الأسبوع نريكابيتيولين حل الموادع حل التمارين اكستر وفي الويكند نكسب الملخصات فبهذا الطريقة الحمد لله يعني في البكالورية تعي جبت معدل 16.35 أو 34 لما على بالي اكزاكت ولكن الحمد لله يا رب أنه بهذا الميتود قدرت نجيب 16 وإن شاء الله حتى أنتم ما تكون فادتكم هذا الميتود وتكون فادتكم كذلك هذا التجربة تعي فإذا الآن نصلنا لنهاية الفيديو نتمنى لكم النجاح وتوفيق أحبائي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر